كورونا أصبح مشروعاً تجارياً الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للسياسة والقرارات السياسية كل حرب جاءت لتحل المشكلة أنتجت مشاكل أكثر دخل العالم فيما يسمى الثورة الصناعية لم نعد نرى أربع فصول بالسنة صرنا نرى أربع فصول في كل أسبوع المستقبل ليس لمن يملك القوة بل لمن يملك الحق العقبات والمعاناة هي نعمة وفرصة أهلاً ومرحباً بكم جميعاً الدكتور طلال أبو غزالي كتب موضوعاً جاء تحت عنوان الكفاءة الرقمية ضرورة في العالم الحديث قال الدكتور طلال يخدع عالمنا لتحول كبير مع تغلغل التقنية في كل قطاع وفي كل عمل انتجاري يمكن القول وفي كل نشاط بشري مما سيطيح للمؤسسات تحسين معدل الكفاءة والإنتاجية والجودة والإنتاج لقد ولت أيام استغتام الإنسان لأداء مهام شاقة ومتكررة منذ زمن بعيد بالأساليب التقليدية المعروفة كما تعد التقنيات التي كلنا نستخدمها منذ خمسين عاماً فقط قد عفى عليها الزمن ومع دخولنا إلى العالم الرقمي المتطور باستمرار نحن بحاجة لضمان الاستثمار في ثروتنا البشرية بنفس القدر الذي نستثمر فيه في التقنية هنا يقول الدكتور طلال أبو وزالي مشيراً إلى أهمية وجود الإنسان كعمالة ماهرة من أجل تطوير وتشغيل وصيانة الأجهزة التقنية يقول بدون الإنسان ستفشل الأعمال التجارية فحتى مع وجود أكثر التقنيات تطوراً تظل الحاجة إلى العمالة الماهرة لتطوير تلك التقنيات وتشغيلها وصيانتها ويمكن مشاهدة حجم الوفورات التي يجلبها الابتكار في جميع المجالات مع دخول الروبوتات والذكاء الاصطناعي والمزيد من أتمتة العمليات هذا الاعتماد الكبير على التقنية يعني أن المهارات المطلوبة تتغير فقد أصبح العمال بحاجة لاكتساب المهارات الرقمية للاستفادة من الابتكارات الجديدة كما سيكون لهذا أثره على أماكن العمل حيث حلت الآلة مكان بعض الوظائف بالكامل وتطلب البعض الآخر إعادة سق لمهارات الموظفين ليقوموا بتأدية دور منتج في النظام الأيكولوجي الرقمي الجديد وعن القلق ونقص المهارات في أماكن العمل يقول الدكتور طلال أبو غزالة ما يثير القلق هو النقص العالمي في تلك المهارات في أماكن العمل وعدم التوافق المتزايد بين المهارات التي يمتلكها الطلاب بمجرد إكمال تعليمهم مهما كان مستواها والمهارات المطلوبة في سوق العمل يقول الدكتور أبو غزالة لقد كان رأيي منذ أمد بعيد وبقيت أدافع عنه على مدار العشرين عاماً الماضية يقول بأن أنظمتنا التعليمية تخلفت وأصبحت بحاجة للتحديث فهي ليست جاهزة في الوقت الحالي لتحضير الشباب بما فيه الكفاية للاقتصاد الرقمي وإذا لم نتعامل مع هذا الأمر فسيستمر إسناد الوظائف الرقمية للخارج أو اجتذاب المهاجرين المهرة الذين تتوفر لديهم المهارات اللازمة هذه الفجوة في المهارات تهدد استقرار أسواق العمل المحلية مع فشل الدول في التعامل مع هذا الموضوع الهام الذي كان موضع النقاش لعدة سنوات ويتطرق الدكتور أبو غزالي إلى بعض الدراسات من جهات رسمية في العالم في هذا الموضوع فيقول يدعم ما سبق أن إحدى دراسات المفوضية الأوروبية على سبيل المثال أشارت إلى أن 42% من الأوروبيين لا يمتلكون المهارات الرقمية الأساسية وأن أوروبا تفتقر إلى المتخصصين المهرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولشغل العديد المتزايد من الوظائف الخالية في جميع القطاعات وللتعامل مع هذه الفجوة المفزعة أطلق الاتحاد الأوروبي عددا من المبادرات للتعامل مع الكفاءة الرقمية الوطنية باسم برنامج المهارات الجديدة التي تتضمن رصائح من الخبراء وفرصا للتدريب والدعم المهني لكن هل هذا يكفي؟ إن الزمن وحده كفيل بالإجابة ولكن الكرة الأوروبية بدأت في التدحرج في هذا المجال الحيوي وهو أمر ضروري لتحقيق الازدهار في المستقبل يقول الدكتور أبو غزالي في التحرك الاستباقي ودعوته الدول العربية كافة إلى اعتماد هذا النهج يقول أنا أحد المؤمنين بالتحرك الاستباقي وأدعو الدول العربية إلى اعتماد نهج مماثل وتطوير برنامج مهارات عملي يكون جزءا من استراتيجياتها الوطنية وللإمارات العربية المتحدة الريادة في هذا المجال فقد أطلقت عدة مبادرات لإكساب سكانها المهارات الرقمية ولتحسينها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صديقي العزيز المقرب وعلى الدول العربية الأخرى أن تحذو حذوها وأن تفعل الأمر نفسه وإلا سيتجاوزها الزمن ويزيد معدل البطالة لديها بسبب تخلفها الرقمي حول الأتمة يقول الدكتور أبو غزالة تحمل الأتمة معها خطر فقدان الوظائف مما يشغل ويشعل العداء تجاه التغيير خصوصا بين العمالة غير الماهرة قد يعني ذلك الافتقار إلى المهارات الرقمية ويعني تقلص القوى العاملة مما يؤدي بدوره إلى زيادة عدم المساواة والفقر لذا يجب أن نستغل هذا الأمر وأن نجعله فرصة لتنمية المهارات عموما بحيث يتسنى لكل شخص أن يرى له مكانا في المستقبل الاقتصادي الرقمي ولو تحقق هذا سنحل مسألة اعتماد التقنية ومقاومة التغيير لأن الموظفين سيرون بأنفسهم أن لهم دورا في نجاحه وأنه يمكنهم الحصول على فرص عمل أفضل في المستقبل وسيدعمون جهود التحول الرقمي إن الاقتصاد الرقمي لا يفرق بين الواحد والآخر كما أنه يتوح الفرصة للراغبين في المجازفة وسيؤدي وضع خطة عمل واضحة تدعمها الجهات العليا إلى قطع شوط طويل ويضيف الدكتور أبو غزالي حول الاقتصاد الرقمي فيقول يجب على السلطات التركيز على تطوير لغة خطاب إيجابية حول الاقتصاد الرقمي ووضع نظام إيكولوجي خاص تستطيع الجهات الخاصة والعامة الالتقاء فيه لمناقشة احتياجات البنية التحتية ولمناقشة العمالة والمهارات والسياسات وبما أن اكتساب ثقة الجمهور أساسية لتعزيز التغيير يجب تقديم حوافز للتعليم المستمر ويجب تشجيعه ويختم الدكتور طلال أبو غزالي هذا الموضوع بالقول إن الكفاءة الرقمية أمر أساسي في وقت نشعر فيه جميعا بأثار جائحة كورونا التي تعد جرس انذار لنا لنغير الطرق التي كنا نعمل بها ولقد أثبتت الابتكارات الرقمية أنها حيوية في الوقت الحالي بل ستلعب دورا أكبر في تحقيق الازدهار العالمي إذن لا بد أن نتخذ إجراءات صارمة الآن لتجنب تدهور اقتصادي في المستقبل نتيجة نقص الاستعداد الرقمي ويجب علينا أيضا الاستثمار في برنامج للكفاءة الرقمية يشمل الجميع تحية وإلى اللقاء تحية وإلى اللقاء تحية وإلى اللقاء تحية وإلى اللقاء